إذن مشاهدين ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في هذه الجولة الخاصة بمراسل إكسترا نيوز نذهب مع حضراتكم الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من نيويورك وياسر نور الدين الذي يحدثنا عن تأييد مجلس الشيوخ دستورية محاكمة ترامب ياسر أرحب بك إذن معنا في هذه الساعة ماذا ربما عن هذه الأخبار الخاصة بمحاكمة ترامب وأيضا يعني سنتحدث معك عن آخر الأوضاع الصحية عن كورونا وأسعد أن أكون معك ومع السادة المشاهدين بالفعل فلقد أقر مجلس الشيوخ بحوالي 56 عضوا في مقابل 44 عضوا قد أقروا دستورية محاكمة أو عزل دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية امتدت هذه الجلسة لمدة ساعات بين شد وجذب وقد كان الإدعاء مكون من تسعة ديمقراطيين قد استعانوا كثيرا بالفيديوهات التي قد قالها دونالد ترامب في تحميس وفي شد من أزر مؤيديه وحثهم على أن يأخذوا حقوقهم بأيديهم وأن الديمقراطية قد تنتهي إذا لم يفعلوا شيئا كان أيضا هناك بعض التغريدات التي استعان بها فريق الإدعاء في مواجهة دونالد ترامب وهذه الجلسة الطويلة والتي سوف تمتد أيضا لجلسات كثيرة أما فريق الدفاع نانسي والذي أيضا أخذ الدفاع عن دونالد ترامب بكل قوة قال بأن هذه هي لعبة سياسية وأنهم فقط أي الحزب الديمقراطي أن الكثيرين منه يخافون من مواجهة دونالد ترامب في المستقبل بشكل سياسي وهذا تلميح لإمكانية أنه سوف يرشح نفسه في الانتخابات الأمريكية بعد أربع سنوات أو حتى إنشاءه لحزب سياسي جديد قالت الأنباء منذ قليل نانسي بأن دونالد ترامب لم يكن راضيا عندما شاهد المرافعة من الدفاع وخاصة بروس كاسترو رئيس هيئة الدفاع عن دونالد ترامب قال دونالد ترامب بأن هذا الدفاع لم يكن صائبا ولكنه كان هزيلا لم يقدم الحجج التي ترضي دونالد ترامب وقالت صحيفة بولوتيكو السياسية بأنه انفعل كثيرا عندما شاهد هذه المرافعة على الشاشات نعم إذن أنا بشكرك أكتفي بهذا القدر ياسر نور الزين مراسل إكسترانيوز كنت معنا من الولايات المتحدة تحديدا من نيورك شكرا لك